مش مصدق انك تيم الاسنت المشكلة يعني. ده انا قد ده كنت بشبه لها من قبل ما يحد يعرفها. بشخصيتي المفضلة في المسلسل كل. بشخصية واستروية من الدرجة الرابعة. الاسنت دي سودة من جوة وكيادة الصراحة. اي بس رحلتها لها معنى. والغاية دلوقتي ما اقدمتش على ما يمكن شرحه على انه شر نطلق. تانية عندها بقى شوية استهتار وقلة ادب وواساخة. صراحة يعني ما نقبلهاش. رينيرا حقيقية يعني ايه حقيقية? رينيرا طمعة. رينيرا عايزة كل حاجة. الاسنت عارفت انها لازم تختار. انا مبسوط بالخناقة هي الخناقة هيفة بس انا مبسوط بيها مستعدة دخل فيها يعني. وكزا واحد بيقول رينيرا حقيقية فده شكله كده ايه? رأي لجناوي على خفيف. الاسنت مصطنعة. مين ده اللي مصطنعة? رينيرا هي اللي مصطنعة. رينيرا هي اللي عايشة كدبة. عايشة كدبة ومخ. لا حقيقية مش بتبداعي المثالية زي عكس الاسنت. بتبداعي المثالية وبتكذب في نسب ولادها وفي انشطتها وفي اهتم اهتماماتها وفي اهتمامات جوزها عشان تحافظ على مكانها كواريت العرش. الاسنت عرفت مسئوليات اللي وراها ولا بتكذب ولا بتخدع ولا بتعمل اي حاجة في السر وحرمت نفسها من كل الحاجات اللي التانية محرومة منها وما بتدفعش تمن غلطاتها. يا باشا احنا عوامش الشعب مش مهمين لرينيرا ولا الاسنت. ايو 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 غفران احنا مش مرشحينهم للانتخابات يعني احنا بدأت فرض. الاسنت اشتغلت راجل قد ابوها وابو صاحبتها عشان تقرب من السلطة. وعم ايه بقى لما اشتغلته? راحت نمت مع الرئيس الحرس? ولا راحت صهرت في المخور وفي البيوت الحمراء في السر? ولا قامت بدورها واخلصت للتكليف بتاعها وللامور دي كلها? طب ما قال لسن كل شيء بتروح للواد لارس عشان يخلص لها حاجات مش حقيقية? يخلص لها حاجات مش حقيقية قوي يعني ايه? يعني ايه خلص لها حاجات مش حقيقية? حاجات فانتسي يعني? لا هي حتقلب دي طلبت بعين عيل. هي حتقلب فول دارك. بس احنا بنتكلم على الدوافع. احنا وصلنا لنقطة خلاص هما الاتنين شخصيات عندهم ايجابيات وعندهم سلبيات خلصنا. بس اللي وصلهم للنقطة دي مين فيهم كان اشرا من التاني? او مين فيهم كان اكتر خداعا من التاني? لأ الاسنت هتقلب فول دارك احنا قلنا خلاص هي بتتحرك ناحية الدارك سايد. ده شيء واضح يعني. الاسنت رد فعلا. الاسنت نتيجة طبيعية. والدفع بتاعها دلوقتي بقى واضح يا عايزة تحمي ولادها. رينيرا كان عليها ضغوط اما الاسنت حشرية. ده اي كلام في البتنجان يا فرز اخوتي. لا بقول لكم ايه لو اي حد عاروز يكراش على رينيرا طلعوا االسنت من الموضوع. عشان نكون واضحين. لكن هتقوله كلام ملوش معنى لمجرد الجدال انا مش هشارك في هزين ما هزال. وبعدين اصلا ما يفواش تكراشوا عليها عشان هي non-binary. طالعة بتقولك انا بجيد اداء ادوار الستات. يا ولا. فاحنا عايزين نقول ان هي قدت دور بعيد جدا عن طبيعتها وعن حقيقة عالم مجنون. على مهتل. اللي احنا عايشين فيه ده. يعني انت دلوقتي لو راجل وعاوز ت تكسب الاوسكر ما تطلعش تقول انا راجل. اقول مثلا انا مفك صليبة. انا صحيت الصبح حسيت ان انا مفك صليبة. لفترة كنت حسس بالاخبطة. هل انا مفك صليبة ولا مفك عادة? ولكن حسيت ان انا مفك صليبة. ومن هنا ورايح عاوز الناس كلها هتكلمني تقول لي اما الوز. انا لا هو ولا هي ولا بتاعها انا الوز. وبعد كده تعمل دور راجل وبتقول لك انا لسه عندي احساس بان انا ممكن نعمل دور الرجالة كويس. وتكسب الاوسكر على طول. الممثل قالت كده فعلا او وريس العرش من وجهة نظرك. حتى الان رينيرا طب. رينيرا فولود هيرباشن ان لايف. اي توتلي دي ساجرية رينيرا لو كانت بتفولو هيرباشن ان لايف كانت المفروض تاخد الفرصة اللي عرضها عليها كريستن كول. قال لها انا مو انتي ممكن نهرب ونعيش حياتنا وتبقى مبسوطة وسعيدة وحرة والكلام ده كله. ولكنها شخصية طماعة وشخصية بتطمح للسلطة. وشخصية عايزة تسيطر. وعلى فكرة عندها مشكلة سرقة كل مرة بتقعد عن طرابيزة في اي حد في الدني بيعزمها بتسرق المعالق الدهب. وده موضوع انتشر عليها كتير جدا. وخباصة. تقولش كلمة قدامها عشان حتتنقل. حاجة سبالة يعني. يعني كان المفروض تجري ورا كريستن كول وتسيب العرش. او تسيب كريستن كول من البداية. ده لو احنا بنتكلم ان هي واحدة حقيقية واخترت الحرية. لكن هي مش عايزة كده. هي عايزة كل حاجة. طب ما تسلبش اراوند. وما تروحش تتأمر. وما تحسسش الراجل كريستن كول الطيب الكريم. الراجل زو الاخلاق الرفيعة. اللي الشبه كريم فاهمي ده. تسوحه تسويح الوسخة اللي هي عملتها فيه. خلاص بقى خليكي على الحاجات الوراقي وتركزي فيه. هي ليه اصلا ده خلت كريستن كول يعمل معها علاقة من الاول. ايه السبب او الدافع. بصي عما عزة هو فيه حاجة في جسم الانسان اسمها غودد. حس ان انا محتاجة اجيب لك الموضوع من الاول خالص. الغودة دي بتطلع هرمونات. يعني انت كده فهمت الاجابة يعني صحيح. تصدق كنت متعاطف على اخيات ما حد بالي الوقتي وانه هو شبه كريم فا. وبيكبرش ابن اللزين. ممثلة راحت وممثلة جات وهو يدوب بس جاب شعره كده شوى. هو ليه كريستن كول يتعشم لما تهرب معاه اصلا. فكارفها بتحبه يعيني غلبان. ويقول لك شخصية عايشة حقيقة. حقيقة ايه? قعد اتكسر في قلوب الممثلين الشباب. كول اللي مغفل مش رينيرا اللي غلط. لأ. كول المفروض تكون فاهمة وهي بتتلاعب بيه او بتدعول اللي هي باعته ليه ان هو جاي من اي خلفية وبيطمح لايه وبيأمل لايه? يعني تدفعيه لان هو يبريك بتاعه وفي الاخر طولة احنا بنلعب. هو فاهم اللي تفاهمه. ان في حاجة اسمها واجب وان في حاجة اسمها شرف وان في حاجة اسمها امور زيدي وهو ده طوله بيدفع عنه. ولما عمل المخالفة في تقديره الشخصية حاول يغسل عاره. فلا. الرجل مش غلطان في تقدير يعني. هو كريستن كول كان لسه متضايق بعد عشر سنين في ايه ما الموضوع خلص? هو ما بيعملش حاجة دلوقتي غير ان هو بيجتمها من تحت لتحت. وبيكشف نفاقها زي ما عمل مع هاروين سترونج وتسبب في تفجير الموضوع لكن هو عمليا ما غلطش في حاجة. خلوا بالكو كمان هو لما آلسنت فقدت اعصابها ودعته لان هو يقدم على تصرف همج جدا زي انه يروح يخرق عين عائل صغير. يعني تتجننتي ولا ايه كمان يا. بس هي ما اكبرتوش هو اللي عمل ده بمزاجه ويتحمل اللي عمله بصراحة. هو صدق حاجة معينة. هو مرجعش لامها. هو صدق احنا عملنا كده اذا احنا بنحب بعض اذا نهرب ونبني بيت ونربي فراخ ونعمل الحاجات دي كلها. لو تلاحظ حضرتك العدالة الشعرية بتاعت الموضوع. العدالة الشعرية ده بغير العدالة الشعرية. ان دوت الاختيار اللي اخده لنور. اذا من هو اللي عايش حقيقته عزيز المواطن. ارجوك ركز. ركز لا يغفلونا. انت مع انهي تيم ميلان والاهلي ان شاء الله يا راس. يقول سبورت ويتش كيم ان ده وولد كوب آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ هي دي دانيو علي. رينيرا ما استغلتش كريستون كول هو اللي كاميرا. احنا لسه مخفناش من علي. رينيرا من اسوأ الشخصات. انا ما بقولش كده. لانا ألسنت ما هياش بريئة مية في المية. بس انا بشرح ليه انا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� ما عرف منين بتتكلم جد يا رول. هو دا اللي انت بتقوله يا رئيس? لا you never know.